الان عنا هاي الرمز هاد الرمز عبارة عن ايش عن مكوة عبارة عن مكوة احنا لحانة بس نشوف منعرف انه هاد مكوة هاي انا اشارات الكي طبعا يرمز لها بشكل مكوة ويوجد فيها نقطة او نقطتان او ثلاث نقاط او بتكون خالية من النقاط او عليها اكس هلأ منا نتعرف على ايش على هاي الرموز عنا لما يكون عندك صورة مكوة او مكوة ولكن فيها نقطة واحدة اي الكي القطعة بدرجة حرارة منخفضة نقطة واحدة يعني درجة الحرارة قليلة منخفضة 120 سنسيوس مثل النايلون والاستيت النايلون والاستيت نستعملها درجة الحرارة هاي لما يكون نقطة اذا مكوة داخلها نقطة بتكون درجة الحرارة منخفضة فقط 120 درجة هالا النايلون والاستيت عنا المكوة التانية فيها نقطتانية تاما ايش يعني كي القطعة بدرجة حرارة 150 متوسطة إذن نقطة منخفضة 120 احفظي معي يا حباب وحبابة نقطة عندنا منخفضة 120 نقطتان متوسطة 150 درجة سلسيوس مثل الصوف والبوليستر إذن نقطة درجة حرارة منخفضة 120 للنيلون والأستيت ونقطتان متوسطة 150 مثل الصوف والبوليستر عندنا الثلاث نقاط هي عبارة عن درجة حرارة إيش؟ مرتفعة 210 بيكون درجة المكواه مثل القطن والكتان بتحمل درجة حرارة إذا تخيل تحطي 210 لنيلون طبعا بده إيش يعمل يلتصق بالمكواه إذن نكون حذرين عندي الكوية ثامن إنه المكواه فيها نقطة بتكون منخفضة 120 مثل النيلون والأستيت نقطتان متوسطة 150 درجة مثل الصوف والبوليستر ثلاث درجات ثلاث نقاط عفواً بتكون درجة الحرارة أعلى 210 مثل القطن والكتان عندنا مكواه وعليها إكس يعني يمنع الكي قطعياً ممنوع الكي هاي عندنا رمز المكواه إذا صرنا ثلاث رموز رمز المربع للتجفيف يعني التنشيف رمز المتلت مت المبيضات ورمز المكواه للكي أخر شيء عندنا اللي هي عبارة عن إيش إنت لحرك لما تنظر يا تامن لهذا الرمز منلاحظ عليه إنه شمس إيش يعني شمس؟ إذن إرشادات ذات علاقة بمكان النشر بمكان النشر ويرمز لها بشكل شمس أولاً عندنا هاي صورة الشمس الأورانج على الأطراف من النص أصفر إيش يعني نشر قطع الملابس تحت أشععات الشمس لازم تكون الملابس تحت أشععات الشمس طريقة تنشفيفها تحت أشععات الشمس عندنا الأزرق يعني نشر قطع الملابس فضل ما فيه عندنا شمس إذن الشمس السفراء والإطار برتقالي بتكون يجب وضع قطع الملابس تحت أشععات الشمس نشر الملابس تحت أشععات الشمس الشمس الزرقاء يعني نشر قطع الملابس في الظل في الظل إذن ثلاث رموز عنا مربع للتجفيف يعني تنشيف وعنا متلت للمبيضات الغسيل مثل الكلار وعنا المكوى للكي النايلون والأستيت والبوليستر والكتان والقطان وعنا أشعة الشمس هاي صورة الشمس أي مكان نشر الملابس إما تحت أشعة الشمس أو في الظل هكذا أتممنا اليوم ثلاث رموز لعملية التعامل مع قطع الملابس اللي بتكون مبينة لنا في بطاقات البيان وهي الرقع يعطيكم العافية ثامن الرجاء التركيز بالشرح وإعادة مشاهدة الفيديو للحفظ وشكرا لكم